لا بجبت أنا عايزة حد يفهمني وتكتبولي كده في كومنتات إحنا كل ما نقول حاجة دي معانا يطلع لها ناس يقول لها مش معانا الشركة باعت على فكرة طب إحنا نعرف إزاي جماعة إيه الأسيسيات اللي حنمش عليها هنعرف إزاي عرفوني قلنا قولكر معانا قلتوا لها مش معانا أنا عايزة عرف دلاتة هو معانا ولا مش معانا تكتبولي بقى في كومنتات معانا ولا مش معانا ده حتى بسكو مصر يا مؤمن بيسكو مصر انت باعت وما باعتش معانا هنعمل ايه قولولي نعمل ايه انا باعتها تحلية سميتها تحلية الوانيس عشان توانيسك كده انت واللي بتحبيهم لحد ما تقولولي معانا ولا مش معانا لتر مينة الحليب يا اختاه هنحط عليها من ست لتمن معالي من النشا او من ست ترمية عنديك ست حوتي سبعة حوتي تمانية حوتي ما فيش مشكلة تلت كوباية سكر وكفاية قوي تلت كوباية سكر اوكي ودوابي على البارد احنا لسه على البارد حوتي الفانيليا الفانيليا جرينز دي عارفة ان هي مقاطع بس انا عندي منها كمية مام اما خلصها هبقى جيب واحد بتاني اما تخلص بس مش دلوقتش تمام احنا كده لسه على البارد هنروح بقى للخلطة الفزيع بتاعتنا اللي هتخلي بقى هذه التحليق طعمها طحفة هنحط معلقتين كوبار من كريم شانتي البودر انا استخدمت خام ممكن انت استخدمي اللي هو بسوك حاطين عليها ربع كوباية من الماء المتالجة وانا مش عارفة ايه اللي خلاني استخدم المضرب بصي اهو طرتش ترتيش فرق عفرقية معلقتين كريم شانتي راحوا كلهم بقى هردل الترابيزة الحيطان ساتير بص راحوا قلتي بقى ايه خلاص بقى بيتي حافظة على المعلقتين هاتي بقى ايه المضرب واضربيهم دربا مبريحا زي ما انتو شايفين هنحط عليها معلقة من الزبدة والزبدة لازم تكون بقى درجة حواط الغرفة كانت بيتلجة شوية فقعدت بقى ايه دواخيني يا لمونة دواخيني يا لمونة لحد ما ضربتها بس انت يخليها في درجة حواط الغرفة عشان ما تدواخيش زي كده وتتدرب بسرعة تمام هناخد بقى هزا الخليط والخليط التاني على نار هادي زي ما قلتلك ننزل بهذا الخليط بعد ما يكون ايه ده قرى بيتل شوية بصوا ده كان قرى بيتل شوية على نار هادي وكل شوية تقلب عشان ما يلزقش خدي بالك يلزق اتحرق انا قلتلك نزلي بقى بهذا الخليط وافضالي ايه قلبي 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 لحد ما الخليط يتقلم معاكي ويديكي بقى قوام المهابلبية عارفة قوان المهابلبية اللي هو تتقل شوية ده خلص بقى كده نرفعه من على النار ونسيبه بقى يهدى لحد ما نروح نشوف هنعمل ايه في هزيه المهابلبية عارفتوا بقى هزا البسكوت آآ معانا ولا مش معانا اولكر معانا ولا مش معانا انا عايزة يعني كلمة واضحة كلمة واضحة هنجيب بقى القالب بتاعنا اللي هنعمل في التحلية ونجيب كوباية كده من اللبن او نص كوباية من اللبن الدافي والبسكوت بتاعنا نحط طبقة من المهابلبية اللي احنا عملناها في القالب وطبعا تقدر تعملها في كاسات او قالب صغيرة وتغطسي هزا البسكوت جوه اللبن تغطسيه وتسيبيه يرقط بسلام كده ايه تحطيهم جنب بعض كده ترسيهم تقدر تستخدمي اي نوع بسكوت تاني ما ما تحبيه عندك بقى بسكوت المدرسة اللي انتو بتستلموه ممكن تستخدميه استخدمي بسكوت سادا مش بالشوكولاتة راحتك يبقى طبقة من المهابلبية طبقة من البسكوت طبقة من المهابلبية تمام وطبقة تاني من البسكوت وطبقة تالت من المهابلبية طبعا بننظف عشان احنا شطرين وحلونا عشان نستول عليكي شطرة يماما احنا بنقول تحليه تلوانيس يعني هتحطيها الناس مش معقولة تمام هنا بقى هنجيب زبدة اللوتس اللي انا عملتها معاك وشايفين بعد ما مسكت نفسها تحفى تحفى ندف يماما ندفين ندف حيلوان فيش مشكلة انا استخدمت تقريبا نص كمية زبدة اللوتس اللي انا عملتها معاك وفي الفيديو اللي قبل ده تمام حطت عليها شوية لبن كده وضربتها ضربتين او ممكن يعني تسخنيها تدفيها فاتسيح معاك عشان تعرف تفرديها وتبدأ ايه بالمعلقة كده تليسيها كده تضيها وشي مهارة لحد ما تتفرد ايه معاك خلاص كده كان في معلقتين بسكوت لما عملت زبدة اللوتس سبتهم على جنب وقلتلكم مش هقول لكم دلوقتي انا عملت بهم اهم عملت بهم شوية حيث الفنان لازم يزهر معاك يا ماما تي بتقدمي تحليل وتقدمي حاجة حيث الفنان النظافة الاول وبعد كده حيث الفنان لازم يزهر بص عملت بها هذه الدكوريشن وبس اعم غطيها بقى بس يعني الستريتش يبقى بعيد عن الدكوريشن اللي انت عملتش ما بوزوش يا ماما وتحطيها في التلاج بقى ساعتين تالتة اربعة خمسة لتاني يوم يفضل وبعد كده تبدأي بقى تغديها وتقدميها هنشوف بقى نقطعها مع بعض دلوقتي احنا عطين فيها نيشة باش نيشة نيشة حطين فيها نيشة بس اهو جبتها الحمد لله هتقطعيها بقى وشوفي بقى الجمال والطبقات والحلاوة والطعم الجمال ده الحلاوة دي زبدة اللوتس عملناها بعبوتين بسكوت بخمسة جنيه مش بستة جنيه عبوتين بسكوت بعشرة جنيه عملنا منها زبدة اللوتس في الفيديو اللي قابله ودي عملنا تحلية طحفة وجميلة سميتها تحلية الوانيس علشان تعمليها للي بتتونسي بمن صحابك من اخواتك كوزك ايالك اسمها تحلية الوانيس حلوة وتحفة وطعمها رائع عملي لايك وشير وكمبنتات حلوة كتير وفولو لو لسه ما عملتيش